أميراتي الفنات اللي من وريني الحياة نتمنى تكونوا بخير اوهانتوما كيف ما وعدتكم حتيت لكم القصة اللولة وحتيت لكم الجديد وها انا دابا غنحط لكم القصة الثانية دياليوم قصة البنات مهيما بزاف وخاصة البنات اللي كيت تعطي لها دكشي ديال اللي عشوب وكيمشوا عن صحاب الرقية والطب البادل انا ما كان عممش كين وكين انا غنعود لكم جريبتي ودكشي اللي حصلت راجلي بعيني يكيديره المهمة الغزالات من زيش نطول عليكم ما زال وندخلوا مباشرة في القصة ديالنا معكم فاطم الزهرة وليوم جيت نعود لكم حكايتي ومجرى فيها وغد نبدال لكم القصة ديالي من النهار اللي غنتعرف على واحد دري المهم سيد كيف شافني عجبته وحتى عنا عجبني ومن ثم ما بدت علاقتنا مدوزناش بالزعف حتى قريبت نجيل داركم وانا قلت لي مرحبا حت في ذاك الوقيتها كانت عندي 24 عام وكنت صراحة كان فكر في الزواج كانت خدامة خدامة غير فوحد الشركة وحتى هو كان خدام المهم جاب وليديه وجو عندنا الدار والامور كامرة تسرات خدينا واحد الفترة ديال الخطوبة اللي هو وجد راسه وحتى على وجد راسي خديت الحويجات وقع هذا الشي اللي غادي نحتاج المهم تسرات الامور وكننا درناع الراسية وكنت مشيت وتكن سمعها في الدار اللي كرة الدار اللي مشيت لها وهي خاوية ما فيها لفراش لحتى شي حاجة مهم انا كنت فرحانة وعجبني الحال وقلت الحمد لله على ما كان وقلت ان شاء الله بشوية بشوية غادي نقتوا الدار ونعيشوا حياتنا مسيان انا اللي كان مهم بالنسبة لي هو الرجل اللي معايا المهم تقع تسعنا وهذاك الراجل وبدينا حياتنا من الزيرو بدينا بشوية بشوية كنفرشوا الدار بشوية بشوية كنشاروا اي حاجة تخصتها وبقينا غادي نهاكا حتى النهار اللي انا يا كنت احملت ومن المرهة ولات وفي ذاك الوقيت الامور الحمد لله كنت غادي يمزيان ما غادي نشيكم اننا كنا عايشين في قصر كنا بقاتلين مع الزمان معدناش ومخصناش ما غادي نشي يامات حتى النهار اللي كنت ولت مع هاداك الراجل الولد الثاني المهم الامور تاية كانت غادي يمزيانة الحمد لله الراجل طبعا كانوا بيني وبينو المشاكين ولكن ماشي شي حاجة الكثيرة فاغلب الاحيان كانت الامور دينا بزيانة انا هي كنت صبارة داخل السوق راسي بلا قياز كان مشي الخدمتي وكان جيل الدار كان قابل ولداتي وكنت حتى في المصروف ديال الدار كان حطل الخلصة ديالي على الخلصة دياله وكننا كنصرفوا بزوش راجلي صراحة ديال ما كانش من نوح لي الدم قبوطة ولا سقرام وحتى عنا في حال هاكاك كنا بزوش بنا نفس الطينة وما كانش عدنا مهد تحاسيم المهم غادي نبقى بشادي حتى النهار اللي راجلي غا يوقع له مشكل كبير في الخدمة دياله وغادي يخرجوه هنا بالضبط جادي بدو المشاكين راكم حارفين الراجلي يقلس لك فرقنا وخانا في ذاك الوقت نحاول انني نغطي المصاريف كاملين ولكن اصلا ممكن لي عندي المصاريف ديال الوليدات المصاريف ديال الكرة المصاريف ديال الموضو المصاريف ديال الماكل وشرا يعني مساريف كثيرة المهم بقيت مقاتله في الاخر تشهر دائبا مسلفة وكنقل مع لي جدا يا هانيا في ذاك المدة راجلي كل مرة مرة يبريكو لي وهذا الشي اللي يجيب كان يمدو لي المهم سنبقى حتى النهار لأحد سيد من العائلة دياله سيقول لي ناخد ترابورتر وانت تسوقوا مربح بالنص راجلي قال له مرحبا اصار راجلي في ذاك الساعة كان غير قالت في الدار فعلا الاخر كان شرعت ترابورتر وراجلي هو اللي وليس يسوقوا لي المهم سنبقى غادي خدام في ذاك الوقت كانت تحركت الدعوة واحد شوية حتى النهار للراجل غادي الكسيدة وغادي تهرس لي من الرجل وعودتين رجع تريمال عادتي القديمة وهذاك الراجل كان هزترابورتر دياله وصافي بقينا هاكاك المهم دا السمودة سيدة فرقنا انا اللي كانت كان صرف من كدبش كانوا لعائلتي لعائلتي وكي عاونوا شوية ولكن اغلبية المصاريف كانوا علية لدرجة انني انا كنت كان زيت سوي في الخدمة غير بالشاشته اللي هي هاكا الفلوس في الاخر تشهر اللي يقدر نتعاون بيوم على المصاريف المهم غادي ندوز مدة حتى النهار عاو ثاني غا يوقف على رجليه وغا يخرج كيبريكولي كله مره وفاش حتى النهار اللي غادي عيط لي واحد صاحبه وغادي يقول لي واحد سيد من العائلة راح الشاب وباغي شي واحد لقابل ليه المحال المهم راجلي قال له مرحبه نمشي عنده ونشوف وخرج لي هادشي كامل ما كيفهم فيه هادشي وزه المهم كان مشاعن السيد ونقى عنده واحد دري مسعلم وقال له هاددري راكي عرف كل شي انا بغيت غير شي واحد اللي قاري وليكون مشبت يكون ثيقة بغيت يقابل ليه المحال ويرد ليه البال الشادة والفادة قال له راجلي مرحبه ومن ذلك الساعة هو خدم عدد ذاك العشاب المهم غادي دوز معه عام ونص فذاك العام ونص رجعت الامور مزيانة الحمد لله السيد عاو ثاني ولكن يدخل مصروف كنا عايشين بخير وعلى خير الامور من ميسرة حتى النهار اللي راجلي في مولد كانغلس معه يجبد ليه هادك العشاب وكيقول يتبارك اللي الفلوس اللي كيدخل واذاك شي غير التخاربه يقفي الفلوس وما نعرف هاده من هنا وهاده من الهيه وبده كيدخليه في الشكل والعكلي والعيالات كي يجيو عنده على ود السحور مهم شلا بلانات راجلي اللي مكان كيعرف حتى شي حاجه كنت في حروب النصا ولا معلم ليهم كاملين ولا عارف الحنش منين كيولد مهم السيد ولا مسخوت الوالدين مهم ولا لازخني وكيقولي احقام 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 نديرو الشاب منديرو الشاب كتلت يديلي عندك الفلوس سير مرحبة وهو يقول يارا انتي عارفة انا را ما عندي حتى ريال هادك شي اللي كنجيب يلا كنصرف بيع للدار وقال لي عافك وصولي اللي يختك الى بغا تسلفنا انا كنت عندي واحد اختي على برا مسك عليها الشوية شفت احتعيت وقال له دا بنشوف المهم عييات الختي وقال لها شوفي رهج نوكين واشنوكين ورهج لي بغي حل المحال ويدي رفيع الشاب قال لي يا اختي واش راجلي كيف هم فاتش وقال ليها اهرت قريبا عام ونص وخدام في اللول مكان كيف هم والو لكين مع الوقت ولكيف هم فاتش الحمدولي الله مهم اختي قلت لي انا ما سوقيش بغتي نسلفك نسلفك ولكن منك الراجلك قلت ليها مرحبا المهم ايه هذيك كان تختي سلفت لي الفلوس راجلي ديك ساعة مشاق اللي بقى المحال كان كراه وكان عمره وبدأ في الخدمة الامور الحمدولي الله تسرات سيد كي اعرف من ان يدخل ومن ان يخرج وهذاك الشي النص دياله كان حرام صارحة الله انا ما كان دويشها للشابة كاملين كان هضر على راجلي بالضبط حينت راجلي كانوا اكترية العيالات اللي كي يجي عندو كانوا يجي وخرح لقبل هذو الوصفات اديل السحر والشعوادة وراجلي ولا كيف هم فاتش ومن غير انه ولا غير متران كيعطيهم العشوب اللاو كدخل في الموضوع وبقينا هكاك حسن نهار مهم ما اعجبني الحال وحيحت وقلت له سمعني حاشة الحرام ما عندي ما ندير بها في الدار المهم سيد قال لي الله وعلم لي انا شنو كندير انا ما كندير حتى شي حاجة كي يجي وكي يقولوا لي يبغينا ان ناخدو كان اعطيهم كتلو شوفه ولد الناس اعطيهم ما تبقاش تدخل معاهم وزيدون الحاجة اللي تعرف انها ما عندي حتى شي مفعول من غير السحور وشتعوادة ما تبقاش استيديس بيها قال لي ما يمكنش انا يعني خسن بي اقول شي اللي بغى شي حاجة ايجي اخدها المهم من هناك يبدو المشاكين واصداعات صافية البناس بقينا هكاك حسن نهار ستسلط عليه واحد سيد مهم هاد سيد كان من النوع اللي كديروا اللحيا وتتقصروا ذاك الشي المهم غيجي عندهم المحال وغادي يقول لي شوف انا راك اندي الحجامة والطب الباديل الى عندك هكا شي واحد سيفتولي ايه وبحلاوتك مهم راجلو قال له واخا ان شاء الله دا سمودة راجلي ما صافت له حتى شي واحد وفجة السيد سوول قال له حتى شي واحد ما سوول له هاد الشي وهو يقول لي اجي نقول ليك راها تشفي الفلوس وهذا الشي دي لطب الباديل راك ادخل زباب لدي الفلوس حتى نقابل المأشابة قال له لا بغيتي نشارك انويا في هذا المحال وندير البلاكة ديالي وناخد غير واحد البريسة صغيرة ندير فيها باياس وفي نفس الوقت انترى خدام خدمتك وفي نفس الوقت انترى خدام خدمتك راجلي كنجا تشاور معايا وكتلو شوف ما عندك مدير بهاد القرع لازمشط له راسه اعطل السيد تقار انترى خدام من راسك وكتدخل مصيرف ديالك الحمدولي الله قلي الله امتي مال كديمة معك سليف كل شي وانتي هادي من هنا وانتي هادي من الهي مهم السيد ما اجبوش الحال ارى ليكم قال لي هواخا مهم السيد فعلا شاء كنت انتهي والبالي في نفس الوقت كانت تشوط وكان دائما يجدان يقول انهم لا تخيلوني السيد سيتدخلوا علي الفلوس بشتي سيجاء عنده الناس بين القداء والسيد لا يخوش و دائما الخدام و دائما الخدام المهم انا اقول الله يزيده و يدب الرأس و يعمل هذا المهم السيد انا راجلي كان من النوع الذي ازيز عليه الدرهم و لا يتصوق منه سيجيبها المهم هي انا لم تتصوق الموضوع و انا في ذلك السحر اللي كان مبرزتني و هم هذه الوصفات السحر و الشعواذة اللي راجلي كان اخشي فيهم يديه اقول دي ما اقول اولد الناس فتشرب اولد الناس ويك تدخل على اولادك الحرام اولد الناس فتشرب الحرام و يقف الركاب يقول لي لا ما تخافيش و انا عارف شنو كندير و علما لي انا يا صحار و علما اني انا هادي و علما اني انا هادي المهم السيد هذا طريق يقول لي سوف ينامي يكتع لي و اديتها في ولادي و اديتها في مشاكيلي و بقيت خدامك المهم غادي يدوز واحد المدة اعطى الراجل غادي يجي و هادي يقولي السيد اللي كان معي في المحر سوف يجري تعليه رداربت انا وياه قلت له لاش مع لاش قلي اللحقا كدلي يسجوها وما منضام ما هي المحر كامل كار في صوريا ونا واني بانديك في الزريبه وش حمارة لقد لقيتك شي مشفر لي مهم السيد اللي قال لي السببه قلت انا الدنيا هان يوم الخير سوف يمزيان هوا وحد درسة و حيدناها المهم غادي يدوز لبناس ما كان لاش شهر مقاد عات السيد غادي يقولي يبغي نعاوض نصلح المحر قلت له المحر المصلح قلت له لا لا بغيت ندير فيه اصلاحات قلت له لاش قلت له بغيت نكبر المشروع عاوتاني كان طلبني وقال لي يا عافع كي سوف تقولي الاختك تسلفني المهم شفت تحت عياته وقلت له واخه هاي تلختي مسكينة وقلت له عافك وش ممكن تسلفيني مرة اخرى قلت له يا واخه حت المرة الاولى كان سلفتني ورديت لي فلوسها المهم مديت لي الفلوس سيدك الساعة هو المحال وانا هادك الساعة عند بالي السيد انه بغي يكبر المشابه بغي يقعدها بغي يصلحها حتى كانت ضم النهار اللي مشيت عنده للمحال تم هاد غادي نفهم العفعر عرفت ان الراشل كان بغي يصلح المحال ماشي باشي يكبر المعشابه بله كان بغي يدير الطب البديل وبغي يدير هادك شي اللي كان يدير هادك السيد اللي كان معاه هو في حاله هادك المدة كاملة بغي يشوف فيه احتسرق الصنعة وفتالي كان جراء ليه وبغي يدير هادك شي الراسه وصلح الدنيا وقادها ووحد الداخل كامل الدق وحد البلاثة غير الحجامه وحد الاصال كبيره وحد الفيترينات ادير هادك شيت العشوب والزيوت مهم تتخرب اخ كامل مقاده المحال خسر علي فلوس حينت هو كان جامع زائد الفلوس اللي اعطته اختي المهم فجيت معاه وكتله احقام 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 المهم ضربني وضمصني وقلت انا الدنيا هانية ومن كتبش عليكم اعجبني الحال وقلت الحمد لله بعد السيد غير دير الرقية الشرعية بالقران وغير دير الحجامه وغير بقي باعي الاشوب وغير بقادلية على السحور الشعواته من كتبش عليكم فرحت حينت انا في ذلك الوقت كان راسي دارني واخا هو كان يحلف وكان يقول يشوفي انا رو الله ما اعطيهم الوصفات ولكن انتخل معهم فدك الشي انا اللي جات وقلت لي اعطيني شي شباك اعطيها لها انا رغير الشعب المهم هي هادي كنت قلت سمعها وقلت له اولد الناس هدي فرصة مناسبة باش اديها فصلاتك وما تبقى الشخطة حينت راجلي كان كيسلي وكيقطع قال يالله اودي كوني هانية المهم هي هاديك البنات ابقيناها كاك سيد كان شطرق شيامات وربي فيض عليه الرزاق تيال بالصح ولو كيشو عنده الكليان والدنيا هامرة وانا فرحت وقلت الحمد لله ها هي الامور تسرت فذيك الفترها سيد كان كيقول يقلسي من الخدمة انا الحمد لله مقد بك الامور زعمتي سرت عندي مهم انا يكنت فرحانة وبقيت هكاك حتى النهار لازغبني الشيطان ومشيت فعلا قلس من الخدمة وبقيت مقابل وريداتي وكان كل شي كيوصلي حتى للدار وسيد قدام وبقي هنا هكاك ايود السواحد المدة اللي ماشي بزاف سيد هذك سلالي كان كيصلي اقتعهاق ورجعك في المكان مرة يصر له وعشر الله كنظل نهدر معه وكنقوله اشريف انت لك ترقي الناس وكتقرح ليهم القرآن وهذك شيراه كنظل خلص يكون عندك هلا قزوينة مع الله كيقول يلا وانا عارف شنو كان دير ماما عارف شنو كان دير وانا لا كان قرح ليهم الايات وانت غرديها فراسك وخرجي هات السوق المهم انا ما كدبش عليكم مهارسوا الولاد والدار وبزاف دي الامور استحليت الفلوس وبقيت غادي هكاك حتى النهار اللي غادي عندي واحد اختي ماشي اختي اللي انا برا اختي كينا غير في المغرب قلت عندي وهي تقولي سمعيني فاطم الزهرة سأقول لك واحد الهضرة سمعتها وما عجباتني قلت لي وغيتك حتى انتزعر فيها قلت ليها ولي هي قلت لي واحد تصاحبتي صاحبتها مشت عند راجلك قلت ليه مشت عنده على ود الرقية قلت ليه المهم دخلات سيد دخال بغاك يقرع لها شي حاجة قلت ليه ما فرزاتها شوش قرآن ولا شي حاجة اخرى قلت ليه في الاخر قالها احقان انت عندك لجل عاشق وما ما عندك لجل عاشق خاصك تبخري بهذا وتكحلي بهذا قلت ليه وعطها شلعجب وشلبلة واني قلت ليه السيدة واحد شوية زعمالك تعرف ما بينه وما بين الله وعرفت ان هادك الشي يقدر يكون هكاك احرا قلت ليه جات وبدت تتقول اللي بنات معانا في الخدمة وقلت ليه قلت ليه مرام شيت عنده واحد راقي وراشنو قال ليه واشنو قال ليه قلت ليه البنات شو واحدين قالوا لها زعمالك وشو واحدين قالوا لها ذاك الشي راح رام راه اللي كان عارفه في الرقية ان الواحد كيترقب لمدة القرآن كيقرأ عليه القرآن زعمه هدي هي الرقية الشرعية شي حاجة اخرى ديه الكحلي وسوقي وعكري وتبخري وديري هاد شي معمرنا ما سمعناه ونادت واحدة منهم قلت لها اخينا فين كين ويتنعتوا لها تم صاحبة اختي تقرصات وكانت عارفته انه راجلي انا حتي اتعرفني واحد شوية وجاز عند اختي وقالتها لها قلت له راه شنو كين واشنو كين واشنو كين واشنو كين واشنو كين اختي جت عندي وقلت لي يشوفي والراجلي يجمع راسه راه تشيري كيدير راه كان من الحرام فحرام حيث احنا وخوة عائلة زعمال اللي بسيطة وضحكين وناشطين ولكن كان حرفوها بالنوم المهم انا فقلت لي هذا الدراج عالت فيها العافية ثم اتذكرت راجلي واتذكرت هذا الشيء اللي كان دوز اتذكرت الوقت اللي كان يجوا عنده العيالات وكان يعطيهم تسحر وشيء قلت لك ما هذا؟ قلت لك ترايق دي الرقية الشارعية ويبدأ بيع ذلك الشيء ويبيعه بالثمان المهم سنة تحتاجها قلت له السوعة وقلت له ذلك الشيء بالتفاصيل ما قلت له اختي لي قلت له انا غير سمات قلت لك وقلت له هذا الشيء كامل ما كان وهذه اللي قلت له هضرة سأخرج عليك المهم انا غمطت عيني وسكت دوزت له يومين عتا تسويت حدا الماحال اشنو كادير ماشنو كادير في العيالات اللي تمه المهم هذا الشيء اللي قالوا لي هو اللي كان وكل شيء يشكر في ذلك الراجل احقم زيان احقى الله يأمرها دار احقر الدواء دياله احقى ما نعرف ميناء احقى ما نعرف مالهي هزيت راسي ورجعت للطار فجحيعت عليه قلت له انا ماشي تسويت برجلية وهجنو قالوا لي وهجنو قالوا لي قلت له ادخلت عليك الغرب الله لما غير شرح لي انا هذك شركة تعطيهم عشنا هو قليه دخلي سوقراسك قال لي ايو اش انا لقي واحد طريفة الخبز كان اكل فيه انتي مالك قلت له شوف تاكل طريفة الخبز كله بالحلال بغدير رقية ديرها ولد الناس سيقرع للناس دليهم الحجامة بيعليهم العشوب عطال الله ميدار ولكين باش نصب على عباد الله وتعطيهم بخور وتعطيهم زماء الى كان هذا الشيء بالصحر تنصب عليهم فكلتا الحالتين المهم نوات انوية السيد بدك يغوط كان خرجه بداخل الباب وتقريبا بقينا هكي 15 يوم مجاش نهائيا للدار كان كسافة الخضرات الثلاث كل شيء تقضى وكسافته ولكن هو مجاش من مراحة كان جاء وقالي نعلي الشيطان وما كنت ايكي تدري لنا هات شيء وتي مالكي بوحدك لكتعرفي الدين وانا ربما كنت ادري حتى شيء حاجة وزيدون انا ما انا قلت وشوفوا والد الناس بتونا حاجة الحرام ما عندي من دير بيها وكون غير مثلا هادا المحال ما غير تدخرش ليك المحال تبارك الله في بلاثة معروفة كي عندك الكليان حلل رزقك دليهم الرقية الشرعية كيف مغسا تكون دير الحجامة ماذا تبارك الله قال لك لا وما تدخلش ليه في شغل وما تدخلش ليه في شغلي مهم السيد مكاش نهائيا بغي الحوار المهم من ديك الساعة الى يومين الان ونوية في صداعات غضبت جوج مرات لدارنا في جوج مرات السيد يجي يسمحي ليه وغادي نحبس ما غادي نحبس وكان نرجح والسيد مكيحبس حتى شيء حاجة وبالعكس هاد ما كيزيد في الهباح شحب المرة وليس كانت لقى مع الناس وكيعودوا ليه على هذا الشيء اللي كيزيد الراجلي ومشي كيقول ليه احقى ذاك الشيء بالله بالعاكس هاجبوا من الحال واحدة كتقول ليه احقى اعطاني باش نتبخر بشي اجاب الاخرى مهم ذاك الشيء السحر والشعوادة ولكن العيالات مساكن كيمشوا عنده وكتلقى مثلا المرامة قرياج والاحتقارية ولكن ما كتنفرش وما كتعرفش الحلال من الحرام كتقول ليه لا رعطاني ينتبخر مثلا بوحد الحجراء ورعطاني ينتبخر بهادي ولو انا قد أعطاني يجب الملحة ولو لو اللو نعرفة ان هاد شيء سوريا حرام في حرام فاش كيقولها ليه كانت تخدد من الداخل ما كان قدر نقول له ماهل حاجة كي جاء الراجل كان بقى انا ويهاب في المشاكين وسطها وكان جاءوا هاد شيء اللي كيترون للنس راح حرام ابتقى الله كيقول ليه هاد شيء اللي يتبغى ويقولwy شانا بغتينينا كنتر في الخبز اريدها اذا ما نجعل أيها التي ت انا البنات اللي يبقى فيها و اللي يدارني في صحتي و اليوم مجيز كنعودوليكم من غير فلوس الحرام فلوس الحرام انا خلاوني ما نبقاش ناس ما حرفتش البنات شنو غانتير بعد المرات كنقل غانت زولادي ومشي لدارنا ونطلب طلاق من هذا الراجل ونخدم على وليداتي ونعيش هانيا من هذا الزمر كامل اللهم وليداتي يجوا فلوس الحلال ويدخل عليهم فلوس ديال السحر وشعوه دا عدو بلا مشي لنراشي وحبتني كنخاف وكنتندم معي الحال كنخاف لما نكونش قد المسئولية وهذا الشي كامل ماشي هو اللي يدارني اللي يدارني هو انه كينين مثلا كيف مكتلكم بعد العيالات اللي يمساكن كيمشون بحث النية وفاش مثلا هو كما كيقرع لها شوية القرآن ودك الشي وكيعطيها تتبخر بشي حاجة كنت قول را حادي عند بالها راهدك الشي اللي كتدير فيه حلال وما فيه حتى شي حاجة وكيقروا لك اه را مشيت ودرت انا تلاقيت معاهم البنات مشي زعم عودوا لي راهجاراتي تلاقيت معاهم كدولي اه راشلك مسكين اعطاني انتبخر بهاتي اعطاني اندير هاتي ومشلل بيها اعطاني هاتي وهذا الشي كله انا عارفه هالبنات ما كيدارش انا خفت انه هادشي اللي كيدير هاد الراجل يخرج فيه انا ووليداتي انا حاليا ما كدبش عليكم ما بقيتش قد نجلس في داري تلفت وما بقيت عارفه ما ندير فاش كان حيات الخوتي ودك شي كيقول يخليه يدبر راسه شغله هاداك ودنوبه على راسه زعمان تديها فراسك وديها فولادك ولكن انا الضامير دياني ما كيتمحليش وفلفس الوقت كنحس براسي فحالما ما مقدش نعيش معه تخيلوا اللقمة كان بغي ندخلها وكتوحليه فحلقي كنقول اكيد هادشي اللي كنا ناكله حرام كنقول اكيد هادشي ما خستش نهائيا نناكله وما خش وليداتي ياكلوه هاداك شي حالي ليومه جيت نعود لكم قصي باشتخده من العبرة وتعرفوا ان اي حاجه من غلق القرآن راح رام رامكين لفاسخ بيض لفاسخ حل ما نعرف حجره كنو كتدير له هادي لجلد مكين تشي حاجه وتاني حاجه هي اني بغيت نتشاور مهاكم وبغيت نعرفها لبناز وش نبقى مع هادا الراجل ولا نطلبت له وخاء انا حارفة اني حاليا وليداتي عايشي الباخر وعلا خير وحتشي حاجه ما ناقصهم وانا الى مثلا هزيت وممشيت لدارنا ولا ديرها غادي تعذبوا طبعا لان دارنا راما فيها شغل انا بوحدي وانا وخر خدم قد نوفر لهم الاساسيات اما دابا في حلباهم كموفر لهم بزبط الحاجات انا ما غاديش نقدر كانت منى البنات انكم تنصحوني وتقولوا لي اشنون دير الغزالات ديالي هنسلت قصة بتنساوش البنات كيف العادة تخليوا الاراء وتعليق ديركم صاحبة القصة وما تنسونيش طبعا من تعليق زوينة ديالكم اهنا ما بقى ليه الا مقليكم حبيباتي بصخيتش بكم كاسمعكم شعره زاد اللي كاتحمق وكاسموت عليكم